ولانها مصر الغنية بتاريخ كبير مش غريب انك تلاقي في كل شبرة هتلاقي قطر هتلاقي بقى قطر مصري وقديم وحتلاقي مطر روماني وحتلاقي قطر ابطي واسلامي هتلاقي حاجات كتير في مختلف الاماكن هتلاقي هنا بقى برضو مجموعة من الشباب فكروا في مبادرة مختلفة المبادرة اسمها شواهد مصر شواهد مصر هي المبادرة طبعا مبادرة مهمة جدا واسمها بيوحي بحاجات كتيرة جدا بتستهدف توثيق وتنظيف وإعادة إحياء أثار كانت مهملة لسنين كتيرة ده طبعا بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار من خلال المبادرة دي الشباب قدروا ان هم يتعرفوا على مواقع أثرية كتيرة جدا ويكتشفوا مفاجآت أكتر هنتعرف عليها دلوقتي من الباحث الأثري ومؤسس هذه المبادرة حسام عبدالعظيم اللي من ورنا يا أساس حسام صباح الخير عليك صباح الفل أهلا بحضركم يا أهلا بك يا فندم احنا بقلنا سنتين سنتين ونصف في هذه المبادرة حتى الآن تقريبا وعندنا شغل كتير قوي حصل خلال السنتين ونصف اللي فياته لكننا عايزين نبتدي بفكرة المبادرة أول ما جاءت لكم والخطوات الأولى في هذه المبادرة تمام هو مبدأين شواهد مصر كاسم نفسه يعني بدأت سنة أخر 21 لكن احنا في قبل كده كان شغل الحمد لله عملناه برضو بخصوص الأثار المصرية في القاهرة كنت مأسس قبلها في سنة 2020 حول سنتين تأميزها وحاك ذكرت مبادرة أخرى سابقة اسمها سيرة القاهرة وكان بالتعاون مع وزارة السياح والأثار وكان حقيقة كان مفاجأة بالنسبة لنا أن الوزارة رحبت جدا جدا أول ما سمعت نحنا عايزين نقطوع وننزل ونساعد الوزارة بأن احنا لو في أثار موجودة في زمام القاهرة نقدر نحنا نساعد الحكومة بأن احنا نتدارك يعني المشاكل اللي فيها خاصة لو فيها رديم فيها قمامة فيها أتربة وحاجة من كده فالحمد لله في سيرة القاهرة نضفنا خمس أثار في أربعة أيام خلال شهرين من سبتمبر حتى نوفمبر 2020 بعد كده توقفنا شوية بعد كده رجعنا تاني باسم آخر اسم شواهد مصر والحقيقة شواهد مصر حتى نتوسع أكتر من ناحية الجغرافية بدلا ما يكون القاهرة بس يكون كمان شوالله في الجمهورية بس احنا بدأنا برضو في القاهرة وخلال شهرين مصر حتى الآن يعني عملنا خمس أثار وسادس أثار احنا لسه عاملينه يوم السبت اللي فات بالتعاون مع وزارة الأثار برضو فهو الحقيقة احنا يعني طبعا يعني بسبب ان البروجيك دوت أو المشروع دوت احنا ما كناش نقدر ناخد فيه أي خطوات إلا طبعا بموافقة من وزارة الساحة والأثار ومن هنا طبعا لازم يجب لهم الشكر الحقيقة لان احنا لو لولا موافقتهم ما كناش هنقدر نعمل الكلام ده خالص طب واحدة بعد علي بقى طبعا احنا نضفنا خمس أثار في أربع تيان احنا دمين عددنا كام تعرفوا بعض ازاي تلميتوا مع بعض ازاي اخترتوا الأماكن دي على الأساس ايه شوفي هو الأثر في الأول خالص كان فيه أثر انتشر على سوشيال ميديا طبعا أنا فيه دروقات سوشيال ميديا هي المؤثرة دروقتي في الساحة كلها يعني فكان فيه أثر عمره أكتر من 900 سنة أثر فاطمي يعني يعني أكبر من أعمار دول بكتير جدا الأثر ده موجود فيه أرفة الإمام الشافعي باسمه قبط الحصواتي فلاقينا فيه أكوام من الزبالة شديدة وشكلها للأسف محزن يعني فالأوبة دايت لما احنا شفناها بالحالة دايت فتوصلت مع وقتها انا كشخص الأول كحسام توصلت الأول وقتها مع نائب رئيس قطاع الأثار الإسلامية والأبطاء واليهودية دا البوزيشن أو المنصب اللي تحت الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار فتوصلنا معاك الدكتور أبو بكره دلوقتي حاليا رئيس القطاع وقلت له على الفكرة فرحب جدا بل بالعكس لقيته بيقول لي طيب قدم حسام طلب للوزارة أو قدمه لنا في القطاع واحنا هنوافق عليه في خلال 48 ساعة طبعا وقتها دي حاجة يعني معقولة هتوافق في 48 ساعة دي حاجة يعني طحفة بل بالعكس أنا لقيت أن أنا مثلا قدمت النهار دا كان يوم الأربع بكرة الخميس قبل ما يتكمل 14 ساعة لقيت المنطقة المدينة عام المنطقة وصولة سهورة قنصوة لقيتها بتكلمني وصولة حسامة هتنزلوا إمتى عشان تشتغلوا في القوب يعني قال من 14 ساعة خدنا الموافقة وكانت موافقة رسمية الحمد لله فدخلنا القوبة نضفناها حوالي شئنا من حوالي 2 طن نسبالة تقريبا في حوالي 7 ساعات واللي كان المشارك وقتها 9 أفراد فقط لا غير يعني ومن أعمار مختلفة من 60 سنة لحد 20ات يعني شامرة عمر وكانت بأدوات بسيطة جدا جدا يعني كم أشع على كم كوريك على كم قفة على كم شوال وخلصنا القصة دي الحمد لله في يوم واحد الحمد لله لكن مش أي حد كان يقدر يعمل كده ومش أي حد كان ياخد موافقة الوزارة غير لو كانوا واثقين فيه لأنه ممكن يضر هذا الأثر ده طبعا أكيد ده أكيد لأن بيبقى حاجة اسمها في الوزارة موافقات أمنية الوزارة طبعا بتشوف من ناحية الأمنية الأشخاص اللي بيقدموا الطلب قاوة بيتم التقاصي عنه وبعد كده بيتم الموافقة إن كان ينفع يعني أكيد فكرة التعامل بأدوات مختلفة يعني كلمة كوريك دي وانت بتقولها أنا تخضيت بتستخدموها وأنتم حافظين بقى وبتتعاملوا مع الأثر نفسه وعارفين إنه ما ينفعش نقترب منه بشكل معين أو كده صحيح صحيح ولا إن شاء الله ربنا حيسلم وبنزل كده خلاص هو أنا يمكن عشان متخصص في الأثر واشتغلت قبل كده كنت عضو بحث التحفير أبو الهول في 2010 عضو متدرب فيعني كانت تعاملت إلى حد معه مع الأثر وبدأت إن أنا أتفهم شوية إزاي التعامل مع الأثر فإحنا عندنا إذا كانت في سيرة القهرة قبل كده أو شواهد مصر إحنا مش بنشطرط على أي حد أن يكون متخصص بل بالعكس تعالى شرفنا إحنا معانا الأدوات قدرت تجيب معاك أدوات تتبرع بيها المبادرة أو تجيبها معاك تشتغل بيها وتخدها بعلاكها معاك إحنا بنعلمك إزاي تتعامل مع الأثر في حالة إن مثلا الأثر اللي إحنا بنقده دوت فيه مشكلة ما فيه مثلا معرض لأي انهيار لقضاء لجيء ما بندخلش فيه أصلا طيب لو فيه حاجة مثلا مثلا شباك مين اللي بيحدد ده؟ شوف هو إحنا دايما بنبقى على خط متوازي مع الوزارة يعني حتى إحنا لما بنجي نقدم للوزارة طلب يا جماعة إحنا عايزين ناخد الأثار كذا وكذا وكذا فالوزارة بتوافق على ما تراه مناسبا أن إحنا نتدخل فيه ولا توافق على الباقي يعني على حسب ما ترى الوزارة اللي هي في الأولف الآخر هي اللي بتدير هذه الأثار في الجمهورية فإحنا يعني ما نحن إلا يعني ضيوف عليهم يعني على الآثار في مصري عشان كده إحنا بيدم دايما التنصيق معهم طيب أنت قلت يعني أنتوا نضفتوا كم أثر؟ خمس أثر؟ لحد دوقتي 11 أثر 11 أثر كله سيرة القاهرة وشواهد مصر طيب عايزين نحكي عن أكثر الأثار كانت خلينا نقول فيها جزء كبير جدا من المال ومن القمامة الموجودة أكثر الأثار اللي أنتوا تخضيتوا لما شفتوه شوف بصراحة للأمان كلهم ليه بقى؟ لأن إحنا أحيانا بقول لحك يعني مثلا أبا مثلا حوالي أربعة متر فأربعة متر إحنا يعني طلعا متنين طن على سبيل المثال فيه شهر تقريبا من شهر ونص لا لا جواها ده جواها بس جواها بس إحنا بنتعامل مش بنتعامل في الشارع إحنا بنتعامل مع الأثر ذاته طيب مش نصر في القصة دي أنا أقصد بمحيط الأبا مش الشوارع المحيطة بالأبا لا اللي جدرانها من الخارج يعني يعني ما تطلعش أن أحد يدخل جوا الأبا يرمي قمامة جوا الأبا آآ لا ليه بقى؟ لأن الأثر حالك عارف أن الأثر الإسلامية قصة الإسلامية بيبقى في بيد المساكن والبيوت وإلى آخره ومنتشر كتير جدا جدا في المصف إذا كان أسبلة أو قباب أو أضرحة أو ما إلازالي فطبعا الأثر ديت عشان هي ما بين البيوت وحد الوقت يعني كترنا إلى حد ما شغال الله علينا يعني فالناس طبعا بتنسى الأثر دوت يونسى بل مين أو بتنسى أن فيه حتى مدفون تحت الأبا دي فوهي ماشي كده لو فيه شباك مفتوحة أو شباك مقصورة أو حاجة فبترمي القمامة وبعا كده بتمجد للأسف الشديد يعني فإحنا بنيجي عشان كده بيبقى فيه حاجة محور مهم جدا جدا إحنا بنشتغل عليه أنه هو مسألة التوعية هو ده لأن إحنا بنيجي الأثر ده مرة واحدة مش هنيجي كل يوم فإحنا لما بنيجي مرة واحدة وبنمشي إحنا لازم أن إحنا بنوعي مع الناس اللي حوالين الأثر دوت عشان هم الحراس الحقيقيين يعني حتى الوزارة نفسها مش هتفضل 24 سنة في 24 ساعة نهاية تحرص هذا الأثر حتى لو فيه حراسة حتى لو فيه أمن حتى لو كان فيه أي شيء إنما الناس الحقيقيين اللي بيحفظوا الحاجة ده هو المحطين فبالنسبة لأكتر الحاجات اللي طلعنا منها وتفاجئنا الحقيقة أبا عمرها 400 سنة تقريبا اسمها أبت الكومي ودي فيها واحد كان اتدفن فيها يعني أمير من الأمراء في العصر العثماني وراجل يعني كبير طائفة عسكرية أو تعتبر يعني كبير طائفة أو كبير فرق الجيش فالرجل ده الحقيقة مدفون جوه الأبا ديت والأبا يعني تقريبا أربعة ونص متر أو خمسة متر في خمسة متر حاجة صغيرة برضو طلعنا منها ستة طن دي لوحدها بس من جو وللأسف علشان الباب مع الوقت طبعا هي في منطقة اسمها الحطابة فالمنطقة ديت للأسف حوالين الأبا بذات أصبح مع الوقت مع شديد للأسف يعني من يمكن من التمانينات حتى الآن أصبحت مكان لرمي القمامة ورمي المخلفات البيت اللي بيقع بياخدوا الراتش بتاع البيت ده وبيرموه جنب الأبا فطبعا الأبا بقى الارتفاع حواليها القمامة تخله حوالي أربعة متر بيوصل لبعض الأحيان حوالين الأبا فطبعا سد باب الدخول باب الدخول ارتفاع حوالي 2 متر 20 2 متر 25 فاحنا اتفاجئنا ان باب الدخول نفسه مدفون طب الناس هتخش ازاي تنظف ففيه شباك في نفس المستوى باب الدخول من الجنب الشباك ده عشان احنا نعرف ندخله أول ما دخلنا القبا كنا مع زراتنا كنا ندخله سحف زحف كده عشان نعرف نخش القبا فلما دخلنا جينا بقى عشان نفتح الباب عشان بعد كده زملقنا في الوزارة يعرفوا يخش القبا فلما الناس المجاورين وفي المنطقة يشوفوا ان فيه متابعة من الوزارة والناس بتخش القبا يبقى ما فيش ايه يترمز بالا بعد كده وهو ده الهدف ان بعد كده نقدر نحنا نحمل أثر بأكبر قدر ممكن يعني بنحمل أي حاجة فعشان كده قمنا عملنا زي رامب او عملنا منحضر بالجدار الموازي للمدخل وقمنا فتحنا الباب لأول مرة ممكن تلاتين سنة أو حاجة فطبعا لقينا طبقات بقى يعني ممكن فيه صور هنا للزملاء فيه طبقات لقينا من الرتش وبلاط وحاجات من دي طبعا ده كل ده من البيوت اللي تم هدمها وإيه دي ده من مدخل الحقيقة المستوى ده كل ما حاجة شايف ده مستوى الشارع اللي برا وده مستوى قبة من القباب اللي احشتغلنا عبادة دي اشتغلنا فيها في شهر مايو السنة اللي فاتت ده موجود برضو في شهر عباب الوزير احنا اشتغلنا برضو فيه اشتغلنا حاجة في أثرين في يوم واحد ننضفتهم الحمد لله في يوم واحد كان وقتها فكان طبعا الحمد لله كان إنجاز كبير الحمد لله للمبادرة فطبعا تخيل حركة دي احنا بنطلع أحيانا في بعض الأسقف ونبدأ ان احنا ننضفها بفرش يدوية يعني بنبدأ ان احنا نستخدم فرش البسيطة صغيرة طبعا حسب الحجام وحدة وحدة كده مع القطر طبعا عندي سؤالين مع بعض أول سؤال نصقتوا مع مين علشان كل التنظيف اللي انتوا طلعتوه ده يتشال ما يبقاش نقلنا المشكلة من مكان لمكان تاني دي أول حاجة تاني حاجة حركة بتقولي انكم تروحوا المكان مرة واحدة بس اعتقد انه لو متاح لكم وقت فان انتوا يتعملوا صيانة ومتابعة للي بيحصل بدل من تروحوا يوم تشيلوا اتنين طن من القمامة لو روحنا مرة كل حبة كده انتوا قادرى بيها بقى نوشلنا شوية حاجات بسيطة غير لما نشيل اتنين طن بصحرك هو أولا احنا بناخد الأثار اللي بتكون حالتها شوية ايه يعني إلى حد ما يجب تدخل عاجل فيها يعني مرمي فيها أطناننا القمامة أو الرديم يعني مثلا على سبيل المثال في زاوية احنا عملناها في سنة عشرين عشرين اسمها زاوية الشيخ حسن الرومي وديز أول زاوية بنيت في مصر في العصر عثماني بعد دخول عثماني مصر الزاوية يا حيا هي تقريبا جنب بباب القلعة من ناحية السلطان حسن والرفاعي هي تقريبا في مقابلة السلطان حسن والرفاعي وزاوية يعني مش كبيرة احنا خرجنا منها لوحدها حوالي خمسة طن رديم للأسف الشديد لو احنا يعني فيه مع الوزارة بيبقى متعاقد معها شركات نظافة فشركات النظافة بتخش أماكن الأماكن بقى اللي هي المفتوحة للزيارة اللي هي طبعا مصار السياحي فبتبدأ نظافة أول باول إنما الأماكن اللي فيها بقى رديم ضخم ومحتاجة تدخل عاجل دي يعني إلى حد ما مش بتدخل عشان كده احنا بناخد الحاجات اللي فيها ايه يعني شوية تعب شوية حبتين يعني بالنسبة للرديم احنا دايما بنجيب كل مرة أما عربيات تشيل الرديم ديت وتاخدوا لمقلب عمومي هم طبعا على حسب ما يترقوا أو يعني مؤخرا حتى فيه تعاون جميل جدا جدا وبين وزارة اللي كانت لأول مرة بعد عشر أثر أثر الحداشرة اللي فات قبا مملوكي عمرها أكتر من ستمائة واربئين سنة قبا رائعة الجمال إن كان ما فيش زيها في الجمهورية كلها قبا دي موجودة برضو في منطقة الحطابة لأول مرة كانت الوزارة تدخل معانا في عملية التنظيم جابت العمال بقى كانت عبارة عن ملحمة دخلت فيها طبعا المتطوعين معانا مع المبادرة الوزارة بعمالها حي الخليفة دخل معانا كمان وجاب عربية ونقل الكلام ده كله وكمان كنا الأول مرة نعمل تعاون حقيقة أنا شافوا حاجة جميلة جدا جدا كنوع من التوثيق وحاجة فنية جميلة قوي اتفقنا مع مبادرة جميلة جدا اسمها راسم مصر ومع أستاذ دكتور في كل إيد فنون طبقية إن هم يجبوا الطلبة بتوعهم ويرسموا بقى الأوبة اللي مقفولة بقى لها سنين طويلة ديت ويشوفوا الجمال اللي موجود فيها والأثار والتراث اللي حواليها بحيث إن احنا بدل ما بنصور وبننزل كلام السوشال ميديا وندعو الناس لأيك بقى يكون في حراك فني جميل يتداخل مع التراث ده احنا كمان ممكن نعمل حاجة احنا كمان ممكن نجيب لوحات كده ونكتب عن تاريخ هذا الأثر تكون موجودة وده هيتطلب حاجة انت كنت بتتكلم دلوقتي بتقول إن وزارة السياحة الأثر بتهتم بالقباب والأضراح الكبيرة اللي موجودة ضمن الخريطة خريطة الأثار الإسلامية ليه ما نضمش هذه القباب الجديدة هي مش جديدة طبعا اللي بيتم تنظفها ليه ما تنضمش هي كمان لهذه القوائم بحيث إن يكون مزار فيه ناس كتيرة بتيجي لهذه المزارات فتبقى مزار فلما تبقى مزار أهل المنطقة هيعرفوا إن فيه ناس بتيجي تزور هذه المنطقة مش مجرد جاين يتابعوا النظافة بتاعاتها لا ده جاين يزوروا هذا الأثر فأعتقد ما هيكون ليه تأثير كبير جدا في زيادة وعي الناس وفي الناس يا كمان زي ما تقولت إن هم حراس هذه المنطقة صحيح هو يعني الحمد لله إحنا بنعتبره يعني حاجة جميلة جدا إحنا عملناها في حياتنا يعني إن فيه من الحداشر أثر دول اللي إحنا اشتغلنا عليهم حتى الآن فيه تلاتة منهم الوزارة خدتهم ورممتهم فدي بالنسبة لنا إحنا نعتبرها حاجة كويسة جدا طبعا هو نجاح كبير للوزارة في نفس الوقت ولكنه إحنا بنعتبره نجاح لنا إن إحنا في الأول في الآخر إحنا متطوعين فإحنا بندخل مثلا في أثر بنخلصه وبندير للوزارة يا وزارة الأثار إحنا عملنا كذا كذا وشلنا كذا وخلصنا كذا وإحنا بنقترح على حضراتكم إن الأثر ده يتعامل فيه واحد اتنين تلاتة وطبعا فكرة التنظيف هي مش النهاية هي بالعكس البداية وفكرة الترميم برضو مش النهاية إنما الحاجة اللي المفترض إن هي تتعامل في كل أثر مصر مش بس أثر ولا أتنين إعادة الاستخدام هي دي بقى هي دي المشكلة العقدة الحقيقية للأسف الشديد إحنا لما بنجد دلوقتي نشتغل في أثر ونتم تنظيفه ممكن يتقفل فإحنا بنقترح ترميمه لو هو محتاج ترميم في أثر بتبقى على فكرة مش محتاجة ترميم في أثر بترممها بقى لها سنين طويلة وبتكون فيها أتربة فمش محتاجة يدو بتتفتح بس يقعدي استخدامها وممكن يقعدي استخدامها من الأهالي نفسهم إن هم يخدوها من الوزارة ويستخدموها بما يتناسب وبما يتراءل الوزارة بما يتناسب مع طبيعة الأثر ذاته وطبيعته الجغرافية وطبيعته الفنية ويبدأ إنه هو يعيد استخدامه لصالح الأثر وبالتالي إحنا كده بندر دخل على خزينة الدولة وبالتالي إحنا عملنا أثر حطينا أثر دينا على الخرطة السياحية الأهالي إزاي تعيد استخدامها أولا حضرتك يعني على سبيل المثال هتلاقي فيه أماكن زي مثلا الخيامية حك لما تيجي تروح لخيامية بتلاقي إيه بتلاقي محلات على اليمين ومحلات على الشمال صح كده وبيع الأقمشة الجميلة اللي إحنا الملونة اللي حكونا كلهم بلشوفها مش بناخد بالنا ساعات إن فيه فوق المحلات اليمين وفوق المحلات الشمال فيه مشربيات وفيه دورين فوق ودورين يمين وشمال ده اسمه ربع يمين وربع يشمال الرابع يعني نقدر نعتبر أنه هو حاجة زي فندق وربع اليمين ده احنا خدناه في شهر سبتمبر السنة اللي فاتت هو خدنا مساحة حوالي تقدر حوالي 1200 وخمسين متر مربع حوالي أكتر من 7 عرية مساحة مهولة المساحة ده عبارة عن 15 مسكن كل مسكن منفصل عن الآخر بمعنى إيه فيه طرقة الطرقة دي موصلة باب أبواب كل باب يفضي لمسكن داخلي المسكن دوت دورين وسطح واللي بيوصل الدورين ببعض سلم داخلي فهو يعتبر زي شلي نفس الفكر بالظبط وطبعا هو مبنى أثري مبنى أثري تماما هو تقريبا عمره حوالي 370 سنة في حاجة عثمانية حاجة جميلة جدا جدا وفي وسط القاهرة التاريخية فالمكان دوت هو مستخدم كأثر مستخدم في إيه بقى المحلات اللي تحت متأجرها من وزارة الأوقاف فاحنا نقدر أن احنا نعيد استخدام الأثر بما يتناسب مع طبيعتها إلا كانت فنية ولا جغرافية ونقدر أن احنا يعني مثلا حاجة زي الرابع ننظفناه خدنا فيه حوالي 6 يام الرابع ده كان مترمم في التسعينات يعني سنة التاريخ والتسعين حاجة ده فلما تم ترميمه أغلق فهو أغلق حوالي 25 سنة أو ما يقل شوي فلما أغلق تكدس فيه الأتربة الغبار اللي هو الخفيف أو اللي هو البشلطيف ده بيتراكم في الطرق ده تراكم جوا احنا شلنا التراب الخفيف ده حضراتكم شلنا حوالي 3 طن تخيلوا بقى أكتر من 20 سنة بيتراكم الغبار ده كل يوم يوميا فلما احنا شلنا الكلام ده يا وزارة الأثار احنا محتاجين أن الأثر ده يعاد يستخدامه أهم حاجة يترمي ويعاد يستخدامه طبعا مع الأسف فيه حاجات بيتم ترميمها وتغلق تاني مع شديد الأسف لكن احنا نرجو طبعا طبعا الأمل دايما هو اللي بيحركنا لأن احنا بعد عما خلصت أثار دي كلها ما حدش كان يتوقع أن الوزارة كانت توفق لنا على حاجة زي كده الحمد لله وسام عبد العظيم البحث الأثري يعني مؤسس كمان مبادرة شواهد مصر مجهود محترم جدا كل شكر لك وكل شكر لأعضاء مبادرتك وكل شكر للناس اللي بتتعاون معاك بحيث أن انتو تعيدوا إحياء وتعيدوا تقديم الأثر ده بشكل مختلف تاني شكرا جزيلا نواتي شكرا لزوء